وإلى بغداد المشغولة بالخدمات أكثر من التفاهمات السياسية لم تتوصل قوى السنية والشيعية لخارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد حيث طرق الحل مغلقة لعدم رغبة أي فريق تقديم تنازلات حقيقية الخلاف السني لا يقلق حسب المحللين التنسيقية الشيعية لأن إدارة المجلس بالإنابة تواصل عقد الجلسات وإصدار التشريعات مقابل رفض أحزاب سنية محاولته المناورة أكثر من خلال اتفاق مع حزب تقدم على تقديم مرشح جديد يخلط الحسابات ويؤدي إلى مقاطعة الجلسات وحذرت حزب السيادة وتحالفي العزم والعقد وجميعها السنية من فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو تسعة أشهر على شغور المنصب واعتصاع الخلافات السنية سواء بمرشح تسوية أو إرادة الأمر الواقع التي ينتهجها التنسيقي الشيعي